تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالتهنئة للإخوة الأقباط بمراسبة بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الشيوخ أعرب رئيس المجلس عن تمنياته أن يديم الله وحداتنا الوطنية وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة ونحن نودع عاما ونستعد لبداية عام جديد أتمنى لحضراتكم ولشعبنا الخير والتوفيق وقد بدأت اليوم احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد ونحن جميعا نهنؤهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا وأن تظل مصر كنانة الله في أرضه وأن يسعد أبناؤها بما فيها من نعم وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى تبلغ غايتها وكل عام وحضراتكم بخير